أما بعد أخذنا في الدرس الماضي متن القواعد الأربع وذكرنا أمور قبر الدراسة ما هي؟ الأول لماذا ندرس التوحيد؟ والثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن القواعد الأربع؟ من يذكر لي لماذا ندرس متن القواعد الأربع؟ نصيحة العلماء وحتى أن نستطيع أن نرد بهذه القواعد على الشباة التي يأتي بها الشرك في زماننا فهرست القواعد الأربع القسم الأول ثلاثة الأول المقدمة وفي عنوان السعادة الثاني لماذا ندرس التوحيد؟ والثالث القواعد الأربع هذا المتن قلنا هو كالخلاصة لكتاب كشف الشبهات لماذا لا ندرس كشف الشبهات؟ أو لماذا لا نقرأ في الكتب التي ذكرت ما شجر بين الصحابة؟ قلنا يحرم القراءة في هذا الكتب والطعن في الصحابة طعن في من؟ في الله في الله ودين الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة بعد هذا عنوان السعادة أو من هم أولياء الله؟ مع الدليل نعم عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانت تقون جمعوا بين الإيمان والتقوة لهذا كما قال الشيخ الإسلام بن تيمياء رحمه الله تعالى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا بعده عنوان السعادة ما هي أشياء ثلاثة؟ إذا 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 أعطي الشكر في السراء شاكر وإذا ابتلي الصبر في الضراء صابر وإذا أذنى باستغفر فتح الله عليك النعمة هل هي ابتلاء مع الدليل؟ نعم ابتلاء والدليل ونبلوكم بالشر والخير فتنة فأما الإنسان إذا ما ابتله ربه فلابد لها من أمرين نعم قبل أن تأتي النعمة لا تتعلق إلا بالله وبعد أن تأتي النعمة تشكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح وتتذكر بصة الكلب الأسل نعم خلاص نعم الثاني العنوان الأول هذا الثاني إذا ابتلي صبر وضد الصبر تسخط حكمة تسخط كبيرة بل قد يصل إلى أن يكون نوع من نوع الشركة الأسر ويكون بالقلب واللسان والجوارح والثالث من عنوان السعادة وإذا أذن بس تغفر من يذكر للقواعد الأربع باختصار قاعدة الأولى القاعدة الأولى نعم كل من صرف شيء من عبادة لغير الله فقد وقفها فقال الكفار الذين أبعد فيهم عليه الصلاة والسلام الثانية يقول ما أردنا منهم إلى القرب والشفاع نقول هذا هو قول الكفار الثالثة أن هذه الآيات نزلت في من عبد الأصنام نقول لا كل ما عبد من دون الله في عبادته باطلة نعم والقاعدة الرابعة أنهم يشركون في السراء وفي الضراء فهم كفار ما بأولى الدروس المهم لماذا ندرس الدروس المهم لأنها مهمة على ما سمع المؤلم نعم لو قال لقائل نعم هي مهمة لكن لعامة الأمة أنا لست من عامة الأمة ماذا ترصنا نعم نقول تعال نسألك عما فيها أجبت نعم فأنت أعلم من عامة الأمة وإن لم تجب فلا تصلح أن تكون حتى من العوام نعم أفضل منك شوف يذهب إلى أسوق الخضارة وكذا بعد هذا أقسام هذا الكتاب ماذا فيه قلنا كيف نحفظ القرآن والتوحيد والصلاة والطهارة من الوضوء والاقتسال والتيمم وتجهيز الميت وكذلك الأداب والأخلاق الإسلامية كيف نحفظ القرآن السلف هل تركوا حفظ القرآن نعم أو لا لا هل حفظ القرآن بلا تدبر ولا عمل لا إذا لابد أن نكون وسط لا إفراط ولا تفريد هل الصحابة رضو الله عنهم كان يحفظوا في كل يوم نعم فالذي على طريقة السلف لابد في كل يوم يحفظ وفي كل يوم ينظر في تفسير الآيات ويستعين بالله على العمل مفهوم طيب قد يقول القائل هذا يأخذ مني وقت الحفظ الحفظ لا يأخذ وقت التفسير كذلك لا يأخذ وقت أي كتب التفسير تقرأ قال تأخذ كتاب مختصر تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي والحمد لله مفهوم نعم إذن إن قسم الناس في حفظ القرآن إلى طرفين وسط قسم لا يحفظ وقسم يحفظ بلا تدبر أهل السلنة يحفظوا في كل يوم يعني كل يوم عندما تدخل إلى المسجد تبدأ بالحفظ وتنظر في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي وتسعين بالله على العمل ستة أشهر بإذن الله تختم القرآن لأنه تزيد العشر آيات بعد فترة وتصبح مثلا عشرين وكذا بإذن الله ستة أشهر لكن لا تترك الحفظ ولا يوم من الأيام طيب نعم بعد هذا ما يتعلق بالتوحيد أخذنا بالأمس نريد أن نذكر ما يتعلق بالصلاة من يذكر لي شروط الصلاة؟ من يذكر لي شروط الصلاة؟ بسم الله نبغاها مرتبة الإسلام وضده الكفر وهذا أهم ما يكون من الشروط لأنه يوجد في كل عبادة لأنه قد يصلي وهو مشرك شرك كبر فصلاته باطلة إذن الإسلام الثاني دعوه يقول العقل فلو أولا الإسلام فلو صلى الكافر صلاته باطلة أول ما يؤمر به الكافر الصلاة أو الختال الصلاة خطأ خطأ الصلاة والختال سويا خطأ شهادتين أصلا لا تخاتب ولا بالصلاة ولا بغيره وبعض الكفار ما الذي يمنع من الدخول في الإسلام؟ الختال تقول له من قال لك تختتن؟ من قال لك؟ أنت الآن نريد منك الإسلام فقط حتى لم تختتن أنت مسلم ما تخرج من الإسلام صح؟ نعم مسلم غير مختتن أو كافر مختتن؟ أي ما أحسن؟ مسلم غير مختتن؟ نعم مرتكب إثم طيب مرأة جاءت إليك كافر وقالت أنا ما أريد الحجاب ما أريد الحجاب ما أريده هل لي أن أسلم؟ أو لابد من الحجاب؟ اشتقوا أسلم تقول له من قال لك تحتجبه؟ أنت غير مخاطئ بالحجاب أسلمي إذا أسلمت الآن تخاطبها بالحجاب مسلمة سافرة أو كافرة محجبة أحنا إذا حن قلنا تضع الحجاب جاء رجل إلى الضحاك بن مزاحم الضحاك بن مزاحم إمامنا إمه رجل قال مسلم فقال يا إمام إني أحب الإسلام وأحب الخمر إني أحب الإسلام وأحب خمر يعني الذي يمنع من دخول الإسلام أنه أحب الخمر فقال له الضحاك رحمه الله قال أسلم وأشرب الخمر أشهد إشكال لو واحد مننا قال لا تسلم ولا غيره امشي قال أسلم وأشرب الخمر ما الإشكال قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول قال أنت الآن مسلم إن رجعت عن الدين قتلناك وإن شربت الخمر جلدناك هذا الفقه هذا صح نعم الناس بالحزم يأخذوا الآن بالبارحة قلنا الصلاة لابد أن تشدد عليه حتى يصلي أما تقوله لا تصلي وأنت داخل الجنة وما عندك مشكلة ما يصح تخوف ولا تكفر خوف وقل ترى قد لا يصلى عليك وتصنع كذا وتصنع كذا وتصنع قال لا لا تبتل الله هذا قلنا ما انتهى الأمر نعم طيب إذن الدعوة إلى الله تحتاج إلى فقه نعم فقه الدعوة قلنا الكفار ما تقول له عندكم يقول عندكم وتبدأ طيلة العياء مناظرة لا تقول لا 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 ادخل في الإسلام بس نعم طيب الإسلام وضد الكفر العقل وضد الجنون لو صلى المجنون لو صلى المجنون أخي صحيحة باطلة خرصة أحمد الله نعم لو صلى السكران سبحان الله باطلة سكران مو مجنون حول الله يا أخي سكران هو قال هنا كيف اوقف سكران مو مجنون المجنون مو البلوغ التفرق بين الأشياء يعني يفرق يعرف انه هذا ماء وهذا نار اجلس يجلس هل صلاة الصغير صحيحة باطلة نعم اذا كان يميز يفرق بين الأشياء مفهوم نعم بعده النية يعني الآن عندما يأتي ويريد ان يصلي اليوم العصر يقول اللهم اني نويت ان اصلي في هذا اليوم الموافق للثامن عشر من شهر مايو عام 2013 صلاة العصر يوم السبت الساعة الخامسة واربعين دقيقة بتوقيت السويد في مسجد خسبي مصليا عن يميني الشيخ ابراهيم وعن يساري اسمك اسامة اربع ركعات فيسرها لي وتقبلها مني يا رب العالمين الامام سلم يسح بالله يسح يقول هذا الكلام النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة نعم والدليل في الصلاة انه لا نية في الصلاة خاص يعني دليل خاص لا نية في اي عبادة تلفظ يعني بالنية خاص في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء فكبر لم يقل فقل الله من نويتا اصلي في هذا اليوم طيب رفع الحدث اعطينا كتاب رفع الحدث اي حدث خلي عندك خلي عندك الحدث الاكبر وحدث اصغر صلوا عليه حدث اصغر يعني بول بال ولم يتوضع فصلاته باطل صلوا عليه حدث اكبر احتلام مثلا صلاته باطلة نعم ازالة النجاسة لابد من ازالة النجاسة عن ثلاثة اشياء عن البدن والبقع المكان والثوب مفهوم اي نعم فلو صلوا على البدن وعلى ثوبه او في مكان نجس في الصلاة صل في الحمام باطلة حمام نجس حمام نجس نجس حمام صل في الحمام في الزملان اصالت هذا السؤال ذا يجوز يعني ذا مضيق السؤال ما يوجه للزملاء السؤال يوجه للعلماء نعم ولو ردوه الى الرسول والى الامر منهم لعلمه الذين استنبطونهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتهم الشيطان الا قليلا نعم زملاء ما يوجه لهم السؤال نعم دخول الوقت هل يصح ان نصل الان صلاة العشاء عشاء يوم السبت لا هل يصح ان نؤخر العصر الى بعد العشاء لا نعم استقبال القبلة لابد من استقبال القبلة يخواننا هناك تقع اشكالات بين الشباب والزملاء بسبب انهم يتكلموا بغير علم فاي مسألة تعرض عليكم اخوة عرضوا على العلماء العلماء اي نعم الان بعض الناس يقول هناك انحراف يسير عن القبلة الانحراف ليسير عن القبلة لا يؤثر ما الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وقال في استقبال القبلة بالبول غائط قال ولكن شرقوا او غربوا فهذا الانحراف ليسير عن القبلة لا يضر مفهوم ونعيد ان شاء الله هذه المسألة مرة اخرى لان بعض الشباب يصنع اشكال والحديث يعني يرد على هذا طيب ستر العورة واخذ الزينة وهذا اكثر ما يكون خلل في من يصلي في البنطال نحن الآن ما نتكلم عن الصلاة في حكم لبس البنطال نتكلم عن عن كشف العورة فلا تخلطوا علينا الله يرضى عنك ستر العورة والحجاب المرأة ما نتكلم عن الحجاب نحن هنا صح؟ تقول الحجاب حجاب ما نتكلم عن ما نتكلم نحن نتكلم عن صحة الصلاة كافرة تريد التسلم ما نخاطبها بالحجاب نخاطبها بالإسلام وبعدين نعطيه الحجاب ان شاء الله مفهوم؟ لا تخلط علينا امرأة يعني بعض الناس يتطاول على العلماء مرأة تسلت على مفتي من المفتي فقالت له اني اكون بلباس البحر وادخل الى الخيمة ما يراني احد واصلي في لباس البحر ماذا علي؟ قال ارى والله اعلم ان عليك لعنة الله والملائكة والناس اجمعين نعم قاله عليه الصلاة العنوهن فانهن ملعنات نعم فنحن لا نتكلم عن الحجاب نتكلم عن صحة الصلاة نعم فالمرأة المسلمة الحرة المرأة الحرة البالغة تستر كل البدن الا وجهها وعند الاجانب تغطي حتى الوجه انتهينا عندنا الذكر ابن سبع سنين العشر سنين يستر القبل الدبل الفرجاء والصلاة الصحية غير المغلظة المخففة عورة متوسطة يستر من السر الى الركبة مع استحباب ستر العاتقين واخذ كامل الزينة في الصلاة مفهوم وتحتاط يحتاط من يصلي في البنطان خاصة عند الركوع وعند السجود وقد تكون الصلاة باطلة بانكشاف العورة نعم انتهى الحمد لله من يذكر لي اركان الصلاة اركان الصلاة نعم ان تكون مسلم عاقل انتكم مسلم فارس ما هذه شروط الصلاة نبوى اركان الصلاة نعم اوقف 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 انا بقول لك الآن شوف اخوانا العلماء تعبوا حتى نقل لنا العلم فاذا دخل العلم هنا مرتب باذن الله يخرج مرتب دخل مشوش ما يخرج الا ان شاء الله تسأل بعض الناس ما هي اركان الصلاة يقول اركان الصلاة اللهم صلي على محمد عليه الصلاة والسلام التكبيرة الاحرام نعم والسجود السبعة والتشهد الاخير والركوع تقول امشي يحفظوا تعالى تاتي الشخ ابراهيم ما يركان الصلاة قال القيام مع القدرة تكبيرة الاحرام قراءة الفاتح الركوع الرفع تقول حافظ ما شاء الله تسأل عن الوارثين الوارثين من الذكر قال الابن وابن الابن والاب والجد واخشقيق واخلي ابو واخليهم ابن اخشقيق ابن اخلي اب عمشقيق عملي اب ابن عمشقيق ابن عملي اب زوج معتق النساء بنت ابن يسرد يسرد مرتب هنا دخل يخرج مرتب قد يترك ركم الركوع لا اشكال فاول ما تبدأ به في الاركان اشتقول القيام مع القدرة متكبيرة الاحرام فهمتم يا اخواننا حتى تحفظ العلم يحفظ بهذه الطريقة مفهوم فارست القيام مع القدرة لابد من القيام مع القدرة في الفريضة اما النافلة صحا يصلي جالس ويأخذ نصف اجر القائم لكن الفريضة لابد من القيام اذا كان قادر وعاجز عن القيام بالكلية ما يستطيع هذا يصلي جالس يقدر عن القيام لكن يأتي الم شديد حتى لا يخشع في صاتف هذا يجلس القيام مع القدرة نعم القيام مع القدرة التكبيرة تكبيرة الاحرام في الفريضة او في النافلة ايه في الفريضة او في النافلة سأل سأل النافلة هي نافلة ام لا هو لو يترك نافلة كاملة لا شيء عليه صح قال انا اصل النافلة دون ان اكبر تكبيرة الاحرام يا اخي لو لم يصلي كل الصلاة النافلة لا شيء عليه اذا قال انا ما اكبر تكبيرة الاحرام في النافلة لاني اتركها كاملة لا اشكال يصح نقول اما ان تأتي بالصلاة او لا تصلي تتلعب في دين الله تكبيرة الاحرام في الفريضة وفي النافلة نعم في الفريضة وفي النافلة طيب سؤال سؤال ثاني دخل هذا الشيخ الى المسجد والامام راكع الامام راكع فقال الله اكبر وركع ادرك مع الامام الركوع هل الصلاة صحيحة ام باطلة تجيب انت ما حتكلم الصلاة باطلة خطأ صحيحة خطأ نعم صحيحة خطأ في تفصيل نعم هاته التفصيل اول اجل تكبيرة الاحرام انها بهذه التكبيرة تكبيرة الاحرام فالصلاة صحيحة وانها تكبيرة الركوع في الصلاة باطلة اصلا لم يدخل في الصلاة وان كبر تكبيرة الاحرام تكبيرة الركوع هذا احسن بعد يا أخي القيام مع القدرة قراءة الفاتحة القيام مع القدرة ذكر وتكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة في الفريضة أو في النافلة يا أخي النافلة لو يصل النافلة لا شيء عليه نقول لابد أن تقرأ في الأولى أو في الثانية في كل ركع في الحضر أو في السفر في الحضر أو في السفر في السرية أو في الجهرية في السرية والجهرية لابد أن يقرأ الفاتحة كاملة كم ركع يقرأ؟ كم آية يقرأ من الفاتحة؟ كاملة لابد مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها لا بد ولا يترك منها شيء لو ترك منها شيء صلاة باطلة إذن يا أخوانا أهم سورة تسح القراءة بها سورة فاتح الله يفتح علينا وعلينا طيب نعم بعده الركوع والقيام من الركوع والقيام والرفع السجود عضاء السبعة اعتدال والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان كيف يعرف النقد يطمأن يقول الذكر الواجب في هذا الركن ثم الترتيب يرتب ولا يقدم ركن على الركن والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية والتسلمتان الحمد لله يلا نراجع ثم الغداء كأننا جئنا لأكل سبحان الله من يذكر لي شروط الصلاة ما شاء الله بسم الله أوقف فتح الله عليك شروط الصلاة يلا هات الأركان ما هو مشكلة الأركان هي قيام مع القدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الرفع منه الرفع منه سجاعدات سبعة الرفع منه جلسة بين استجدتين طمأنينة في جميع الأفعال الترتيب تشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسلمتان أنا اللي قلت ختح الله عليك أجلس من يذكر لي شروط الصلاة ما شاء الله نعم الإسلام والعقل والتمييز والتفرق بين الأشياء لا أتكلم نعم ورفع الحادث الأكبر والأصغر وزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء بدن وبقع وثوب ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية محل القلب التلفظ بها بدعة مفهوم طيب الله يرضى عنكم تراجع لنا هذه الأشياء تحفظوها من الكتاب المذكر يبقى معنا واجبات الصلاة من يذكرها لي واجبات الصلاة نعم جميع التكبيرات عند تكبيرة الحرام تكبيرة الحرام لو كنت تكبيرات الانتقال واجبة وقول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي أعلى في السجود رب يغفر لي بين السجدتين سمع الله لمن حمد الإمام منفرد ربنا ولك الحمد للجميع التشهد الأول والجلوس لا أنا أريد منكم أن تحفظوا هذا الموجود تراجعوا الآن الغد يقول الساعة الثالثة فمن هنا إلى الساعة الثالثة تتذاكر وتحفظوا هذه الأشياء غدا عندنا اختبار مثل اليوم لكن حادي عشر أحسن اليوم قبل المغرب يكون القواعد الأربع اليوم القواعد الأربع قبل المغرب وغدا قبل الظهر قبل الثالثة 11 مصر هم يقولوا قليل الوقت 11 11 نعم دعال استفتاح لا دعال استفتاح أتين أن نسنا رهيم دق جوال أخي دق يدق لنا عشرين كرون عشرين طيب تراجعوا في هذه العشر دقائق وبعد المغرب إن شاء الله يكون تطبيق عملي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طيب أي أحد تجده في الطريق حضره معك تأخذ أجره إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى لو كافر يجيبه يسلم